نواصل نشرتنا وين تم خلال انعقاد جلسة عمل بمقر معتمدية فريانة من ولاية الجسرين البارح الاعلان عن انتلاق عملية استغلال المنطقة اللاسقوية ببوبحية بفريانة التي تمتد على مساحة 40 هكتار ومجاهزة ببيرة عميقة ذات تدفق يقدر ب15 لتر في الثانية وهذا في غضون الاسابيع القليلة المقبلة وهي تهدف الى دعم مشاريع البنية الاساسية المنجة ودعم صغار الفلاحين وفق مورد في صادر عن المعتمدية وواردت الوثيقة انه من المنتظر انه تشمل عملية استغلال المنطقة اللاسقوية حوالي 30 عائلة تسكن بمنطقة بحية في قطاعات فلاحية مختلفة على غيرار تربية الماشية وغيراسة الخضروات والاشجار المثمرة وانه تم اقرار برنامج لغيراسة 40 هكتار من اشجار زيتون بالمنطقة اللاسقوية بداية من شهر فيفري المقبل ضمن ميزانية برنامج تنمية الشريط الحدودي بيافريانة لسنة 2016